ما بين حرب 67 ونصر أكتوبر 73 ست سنوات كاملة عملت فيها القيادة المصرية على تحويل الهزيمة لنصر وتجنيد جميع موارد الدولة لتحقيقه وفي تلك الأثناء لم تغب الديبلوماسية المصرية ولو للحظة واحدة عن ملحمة أكتوبر المجيدة بل كان لها دور كبير في المحافل الدولية من إظهار عدوانية الاحتلال وفتح أكاديبهم بينما كان الضراع المصري يحمل السلاح مدافعا عن أرضه لآخر نقطة دم كان الدبلوماسي المصري يجلس على مائدة المفاوضات يرتكز على ما تم تحقيقه من نصر على الأرض ففي ملحمة أكتوبر المجيدة كانت الدبلوماسية المصرية ظل المعركة ومظلتها منذ فترة الإعداد والتمهيد وحتى تحرير جميع الأراضي المصرية المحتلة وتأكيدا على تمسك مصر بالسلام حتى اللحظات الأخيرة كانت مصر أول من وافق على قرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بداية من 22 أكتوبر عام 73 رغم استمرار انتهاكات العدو وصولا لاجتماع مجلس الأمن للمرة الثالثة في 25 أكتوبر وإصداره قرارا ثالثا جدد فيه دعوته لوقف إطلاق النار فورا وعلن إنشاء قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة وهو القرار الذي توقف بالفعل على إثره إطلاق النار تمهيدا لعقد اجتماع بين الطرفين لبحث التنفيذ وفي خيمة تابعة للأمم المتحدة نصبت عند الكيلو 101 على طريق القاهرة السويس عقد الاجتماع الأول بين الوفدين المصري والإسرائيلي في 28 أكتوبر وتركزت المباحثات حول وضع الأسرى والجرحة ورسم خطوط 22 أكتوبر لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ثم بدأت جولة جديدة من المباحثات في يناير 74 بأسوان والتي ترتب عليها تخفيض القوات المصرية في سيناء لإثبات نوايا السلام والشروع في اتفاق حقيقي يضمن مصالح البلدين وبات الوضع على ما هو عليه بينما وصل الزعيم الراحل أنور السادات اتصالاته ومباحثاته السرية والعلنية مع عدد من رؤساء وملوك دول عربية وأجنبية حول السلام مع إسرائيل حتى ألقى الكرة في الملعب الإسرائيلي مؤكدا تمسكه بالسلام كلمات وجدت صداها في الداخل الإسرائيلي لواصل الجانبان المحدثات على قدم صلبة لا تخلو من تراخ العدو بين الحين والآخر حتى وصلت المباحثات لطاولة كامبي ديفيد للسلام في سبتمبر عام 1978 مباحثات أعقبها التوقيع على معاهدة السلام لإنهاء الحرب وإعادة تدشين العلاقات بشكلها الجديد أن هذه القوات أخذت في يدها بعد صدور الأمر لها رمام المبادأة وحققت مفاجأة العدو وأفقدته تواجه بحركتها السريعة الوحدة كما أثبتت معارفنا عبر التاريخ قدر ومصير للقمة العربية وعندما تدق أجراس السلام فلن توجد يد لتدق طبول الحرب وإذا وجدت فلن يسمع لها صوت اشتركوا في القناة